وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة نهاية للطرف الثالث مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة او شخص ثالث داخل على علاقة ممكن يكون اي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون في طرف ثالث مش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في اي مجال هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي هون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة في اخرها ممكن تاني اسبوع او بعد بشوي يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقة سلبية كنت تعاني منها بكل اشكالها حسد سحر عين مبارس وهي بس انت بتعمل رقيات بتعمل استشفاء في منكم بيروحي يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع لذلك بشوف عندهم السبع تشاكرات انضاف يعني شخص لا يعني شخص عن جد عم بتشغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت على حالك على قد ما السن الجاي خلينا نقول او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المدة الجاي اه كيف رح يكون شكلها نجي ناخد هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة هلأ ممكن اه نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن اساسا نتكون نفاتح على العاطفة او قراءة عاطفية وبين عندك شوي اه امور تانية فانحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دايما بعيدها انه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فاكيد ما حتنطبق على الجميع او يمكن طاقتك ما بتوصلني فكتير في اسباب هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع آآ ما عم تنسوا شوف حاب تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حاب تكون وحيد لانه تعبت من كل شيء تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من آآ كتير ازامات امور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او تشالنجز بور جدا له شايفيتك اكتر اشي هون عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل عم تهتم في مظهرك كتير 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 هاي الفترة ومش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تتقنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس فعم تقعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف رافع الراي البيضة وجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون خلينا نقول طف معاه تكون شوي اكتر هون شايفة في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا تعبتوا على قد ما حتلاقوا في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شي بالسابق بيدل على انه في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون في خير كتير جاي ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة او ابعاد عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان عم بتشك بالحبيب عم لكن هذا شكك مش في محله شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصلوا لنقطة معينة رح تتكاملوا رح تقربوا كتير مع بعض ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة وشايفة هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك ثاني لحتى انه يرجع اكتر اشي شايفة الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا فعم بيشوف حاله كتير هيك انه لا هو مستحيل يرجع انه كذا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه شايفة الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم السفر او هجرة عم بيفكروا فيها الها فترة طويلة وين تكملتها دقهم خلينا نشوف اذا في نصائح لبرج الدلو ممكن تكون من الكون ممكن من الملائكة يعني اه بقولك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ادكشن ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بيقولك فعلا انه زي ما قلنا انه بداية جيدة لحتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين بقولي الوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشيء اذا كنت مدخن عم بتدخن بكثرة اه عم بتروح للإكستريم في المواضيع فبيقولك لا انه هيك وهيك اه كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة اهم من انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين عندهم انوثة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم يكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة او على حساب عيلتهم بقولك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسة بقولك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقولك اسمع للطاقة الكونية اه حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحاق يعني حاليا عم بتكون شوية بعيد عن روحانيات بقولك زود هاي الروحانيات الظاهر انه في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو للهي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا اه للعار او مش للعار يعني ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت اه اه بقولك انه رح تمشي عديها حاول تنسى نشوف هاي الكروت ازان لبرج الدلو برج الدلو بقولك اه في هذا الكرت انه الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير او رح يكون في حظ عاطف استغله لانه بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هذا المال رح تحتاج فيها هاي العاطفة بقولك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحم حالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنه في بعديها شوي اه انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون فيه بحكي لك يو ار سيف اه انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك اه على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقولك يو ار سيف فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوة تتير والاشياء اللي مش حلوة مع تفير فحباي ببرج البلو بشوفكم بلو اشتركوا في القناة